هنفترض هنفترض إن شاء الله ما يحصلش يعني إن الشوت يقول نخلص صفر صفر أولا مطلوب من الجمهور إن يفضل يشجع لغاية آخر ثانية مهما كانت النتيجة مهما كانت النتيجة مش لازم نبقى كاسبانين بس عشان نهايص يعني مهما كانت النتيجة لأنه حتى لو قدرنا لو جي فينا جول في الكرة القدم علمتنا أنه ممكن تجيب جولين في دقيقة في آخر دقيقة يعني يعني دوارد يعني لكن إذا حصل مثلا شوت قوانين خلص صفر صفر إيه التغييرة أو التغييرات اللي انت شايف ممكن تقلي بدف تلمتش تعودنا في كاس الأمم زيزو لكن دلوقتي في وجود أفشة في وجود مرموش أو تريزيجية يعني واحد فيهم هيبدأ والتاني على الدكة مع وجود زيزو لو ما بدأش بإمام أهباردو موجود إمام يعني انت شايف إيه التغييرات اللي ممكن يبقى لها تأثير إيجابي لو أنت بتتكلم في التغييرات الهجومية اللي هتبقى عندك لمنتخب مصر من بره من على الدكة يعني في الغالب هتلاقي هتلاقي مثلا زيزو لو موجود لو إمام عشور مش موجود لو ما بدأش يعني موجود على الدكة جنبه موجود على الدكة ده برضو ده حل كويس جدا خلي بالك إحنا نسينا في نص الملعب دونجا دونجا برضو بيقدر دور دفاع بشكل كويس جدا ممكن وليه دور بعد كده الشوت التاني لو ربنا كرمنا بجولة لجولين حب ملكا ممكن يتخطفه فيها كل حاجة سهل جدا وهم كمان يعني تعرف الهزة 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 سن التعالي كمان يعني هم برضو أسماء جمدة في الكورة وكل حاجة بس بيبقى عندهم سن التعالي وانت من بدري كمان بنشوف كن شايفين في كاس الأمم التركيز مع محمد صلاح يعني كل بالي أنا شايفه في التقرير بيقول احنا مش نبقى مركزين مع محمد صلاح لا هم بيبقى مركزين مع محمد صلاح عندهم الجبهة الشمال عندهم الباكليفتي بتاعهم الصراحة اسمه ساليوسيس ده باك من الباكاتي الكويسة جدا مركز مع محمد صلاح ده احنا حظنا ان بلعب نيحة محمد صلاح فمحمد صلاح هيحجمه برده ايو ما هي ده لو مش محمد صلاح ما هي دي ميزة كان زمان سيس ده يعني خريبه دي ميزة طبعا هو في الحتة الهجومية كمان كويس جدا وبتمنى طبعا اللعبة تبقى مركزة كلها يعني من بدري انت لو ده اسم من بدري برده اه هتاخد المطشب عقلي وكل حاجة بس رازم تبقى ده اسم من بدري ويبقى عندك ثقة في نفسك وعندك ايمان اللي انت هتكسب وتجيب جول في اي وقت يعني ده طبيعي جدا فموضوع التغييرات من بره انت الحتة الهجومية عندك قفشة عندك زيزو زي ما انت قلت نبيل عامد دونجا لو ما بدأش ب ومروان حمدي ومرموش اللي أنا بتمنى اللي هو ما يبدأش بكرة اه انت شفت كذا حد داخل ما كنت عبسترصاب داخل ما كنت طريق السعيد كابتن طريق السايد كل الناس ببقى لو كنا متقبلين لو كنا متقبلين ان ترزيجيه مايلعبش في الفترة بتاع الكاسة الامم عشان هم كانش جايز مياه في المياه وملاعب كان كويس حتى ما بينزل واحدة واحدة زاد زاد وفي الغد موصل الفاينة كان جايز اول موصل تلاتة بينزل لسه مش هو لسه مش هو حد ما وصل للتوب فورمي في الآخر هتمنى ترزيجيه هو متقلق كمان في تركيا غير متقلق هو لعب دولي كبير بقى وفترات كبيرة بصعدك كاس علام قبل كده برضو من الأسباب اللي انت صعدك كاس علام قبل كده ترزيجيه ومنساجم جدا مع صلاح وجماهريا في الحتة الجماهريا في ثقة فيه بيلعب كمان كويس قدام الجمهور تحت الضغط ده بيلعب كويس جدا مرموش طبعا بلعب لسه صغير ومستقبل لمنتخب مصر بس برضو مع كامل الاحترام اللي لسه مقدمش اللي هو يبقى موجود بشكل أساس منتخب مصر على الناس اللي موجودة يعني انا يعني لو انت بتفكر ما تبدأش بترزيجيه بقول ان زيزو يلعب نحت الشمال عادي جدا ياه اه طبعا يعني انت شايف ان مرموش يعد لازم يعد اه يعني انا شايف اللي هو يعني لو مش هتلعب بترزيجيه نحت الشمال زيزو يلعب نحت الشمال برضا لأ بس أنا لو هتبر ومش بقى ترزيجيه ولا يلعب يعني وليه حي ايوة انا بقول له ايوة انا بقول له وهو يعني دي برضو ممكن توقع تبديلة في الماتش الماتش نفسه فيه ماتشات لعب ترزيجيه وزيزو الاتنين في نص الملعب جانبه بعض فيه ماتشات يعني ماتش المغرب اخر الماتش لعبنا من الشكل دوت ترزيجيه طرمانا وجبنا جول ترزيجيه جاب جول بتاوية صلاح دي وكمان كمان صلاح هو ترزيجيه هو بيكمل كواس جدا في الحتة الهجومية عكس مرموش عنده يعني ما شفتولوش حاجات كتير في كاس الأمم واحدة في السبع ماتشات اللي هي جاد في العرض اه انت لعيب اللعيب مستقبل لمصر بعد كده بس لسه عايز ماتشات كتير وعايز خبرات كدير وماتشات ديات مش مستحملة بتمنى ان ترزيجيه بقى موجود